ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محداث إلا كانوا عنه مؤرضين فقد كذبوا فسيأتيهم عنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أمتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى ألئت الخوم الظالمين خوم فرعون فلا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي زنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فطولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نرمبك فينا ولدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرلت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشريق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقبون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولا وجدتك بشيء مبين قال فأأتي به إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملائق حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم وجمع السحرات لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرات إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرات قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القول فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة برعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقهما يعفكون فألقى السحرات الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في البدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزبة خليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع هادرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تره الجمعان قال أصحاب موسى إنا لملركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود وازلفنا سمى الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبرون قالوا نعبد أسناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبرون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيعة يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي رسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورسة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعملون من دون الله هل ينصر لكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم وعلى غاوون وجنون إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطعون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة